منذ بدء الحرب في سوريا وكثير من المحللين يرجحون وجود محاولات دولية ومساعٍ لتقسيم سوريا لكن الجديد في الموضوع هو تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجود مساعٍ لإعادة تقسيم المنطقة برمتها ومنها سوريا والعراق مشيراً إلى أنها تستهدف أيضاً تركيا التي تتحمل مسؤولية كبيرة لإيقاف هذه المساعي أردوغان لفت إلى حساسية الفترة التي تمر بها تركيا ومحيطها من ما يستوجب اتخاذ قرارات سريعة وتطبيقها بدراية مؤكداً أنه لم يعد هناك تركيا التي تستسلم للسيناريوهات المرسومة في الخارج ربما جاء تصريح أردوغان هذا بناءً على ما أعلنه أخيراً نائب وزير الخارجي الروسي سيركي ريبوغوف أن موسكو لا تعلم كيف ستتطور الأوضاع في سوريا وما إذا كان بالإمكان الحفاظ على وحدة أراضيها وكان لافروف قال في وقت سابق أن بلاده تراقب المحاولات التي تهدف إلى تقسيم سوريا وتدميرها مؤكداً أن بلاده لن تسمح بحدوث ذلك ولن تقبل الحديث عن تنازلات من جانبها فيما يخص الملف السوري أن تركيا تبدو الآن محيرة في سياساتها حتى بالنسبة لأبسط الأمور وربما لا يقع اللوم على الأتراك وحدهم فالتغييرات السياسية الحابسة للأنفاس التي تمر بها المنطقة بدءاً بسوريا والعراق نتج عنها تداعيات درامية تؤثر على السياسات والمواقف التركية على الصعيدين الداخلية والخارجية ولعل الناظر إلى الخريطة السورية يرى بوضوح مفاصل الصراع والنفوذ ومعالمها حيث أضحى الساحل السوري وحمص منطقة نفوذ لروسيا ولها فيها عدة قواعد عسكرية وبحرية ومطارات ولا تسمح روسيا لقوات النظام وميليشيته بالوجود فيها بدءاً من طرطوس وصولاً إلى اللاذقية ومروراً بمدينة حمص وتدار كل العمليات العسكرية الجوية ضد مناطق المعارضة من قاعدة حميم وفي السياق ذاته أصبح من المتوافق عليه مع روسيا وسواها إن مناطق شرقي الفرات وجنوبي سوريا هي مناطق نفوذ أمريكية تستخدم فيها الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية التي عمادها الأساس وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أصبحت ميليشيا تحت الطلب تقاتل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الرقة وسواها أما إيران فتسعى لتوسيع مناطق نفوذها وسيطرتها عبر محاولات التقدم إلى جنوب سوريا وشرقها الأمر الذي يجعل نظام الملال لاعبا أساسا في صراع النفوذ بفرضه وقاع على الأرض تؤسس لربط مناطق نفوذه في العراق وسوريا ولبنان وعلى الرغم من أن هذه المحاولات والمساعي تخفي الكثير فإنما تحت الرماد خطير جدا